اشتركوا في القناة ووزير الخارجية المصري سامح شكري يؤكد دعم القاهرة للوصول إلى حل ليبي ليبي وفي العراق الجيش ينفذ عمليات على الحدود مع سوريا والسستان يدعم إجراء انتخابات تشريعية مبكرة وبينما تنتشر موجة ثانية من كورونا استرازينكا تعود بعد توقف وتستأنف تجارب لقاحها بالتعاون مع جامعة أكسفورد اهلا بكم رحبت الحكومة اليونانية بمغادرة سفينة أبحاث تركية منطقة متنازعا عليها في شرق البحر المتوسط بعد أن تسببت في أزمة بين اليونان وتركيا بشأن حقوق التنقيب عن الطاقة وعادت السفينة أوروك ريس إلى ميناء أنطاليا بجنوب تركيا للمرة الأولى منذ أسابيع بعد أن أعلنت تركيا في يوليو تموز الماضي إرسال السفينة للبحث عن النفط والغاز وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية أن مغادرة السفينة تعد إشارة إيجابية هذا وقالت الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلا روبولو إن العلاقات اليونانية التركية تمر بمرحلة صعبة وخطرة ونقلت أحد الصحف اليونانية عن بولو وصفها الأنشطة التركية بالاستفزازية حيث اعتبرت أنها تبني حواجز بين الشعبين اليوناني والتركي وتزور بولو جزيرة كاستيلروزو اليونانية الأمر الذي وصفته أنقرة بدورها بالاستفزازي وتعد جزيرة كاستيلروزو اليونانية أقرب جزر اليونان إلى تركيا ومن أبرز المشكلات محل النزاع بين البلدين هذا وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن عودة سفينة التنقيبة التركية إلى السواحل الجنوبية للبلاد لا يعني تخلي أنقرة عن حقوقها شرق المتوسط على حد تعبيره وأضاف أكار في تصريحات صحفية إن عودة السفينة تأتي في إطار عملياتها المقررة ضمن الخطة المرسومة والتي تنص على تنفيذ تحركات إضافية أخرى وقد رحبت اليونان بعودة سفينة التنقيبة التركية معتبرة ذلك خطوة إيجابية لتهديئة التوتر بشأن الموارد الطبيعية في المتوسط مع أمين باريس لمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع الكاتب الصحفي كمال طراباي سيدس كمال أهلا وسهلا بك إلى نشرة الخامسة من العربية هل سحب أنقرة لسفينة التنقيب من شرق المتوسط إشارة إيجابية تغير جوهري في السياسة التركية في هذه المنطقة أم لا مجرد مناورة مكشوفة لأكثر والأقل أعتقد أنها ليست مناورة وليست تغيير جوهري في الموقف التركي هي خطوة باتجاه التهديئة وبالتالي لإفساح المجال أمام الجهود والمساعي الدبلوماسية تأتي هذه الخطوة برأيي بعد أن نجح الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في حمل أوروبا على تبني الموقف الفرنسي والموقف اليوناني المشترك من النزاع في شرق المتوسط نحن نعرف أن قمة عقدت للدول الأوروبية السبع المشاطئة للمتوسط عقدت في جزيرة كورسيكا في 10-11 سبتبر وبالتالي كان هناك موقف لهذه الدول موقف واضح مساند للحق اليوناني ومساند للموقف الفرنسي وجرى هناك أيضا تهديد بفرض عقوبات أوروبية على أنقرة كما أن أوروبا تستعد لعقد قمة للمجلس الأوروبي في 24 من هذا الشهر في بروكسل ومن المنتظر إذا لم تهدأ الأمور في شرق المتوسط أن تعمد أوروبا بناء على اقتراح من اليونان وأيضا من فرنسا إلى اتخاذ سلسلة من العقوبات الاقتصادية المتدرجة بحق أنقرة نجحت فرنسا في جعل أوروبا تتبنى موقفها وموقف اليونان في حين أنها فشلت في حمل حلف الناتو على اعتماد هذا الموقف الفرنسي أنت سمعت البارحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فقط لنأخذ في المقلب الآخر بالبارحة صعد الرئيس أردوغان تجاه الأوروبيين تحديدا ضد الرئيس ماكرون ووصفه بأوصاف لا دعا حتى اليوم وزير الدفاع خلوصي أكار يقول أن سحب هذه السفينة لا يعني أبدا وبتاتا التخلي عن حقوق تركيا في شرق المتوسط وهنا يجب أن نفهم ما الذي يجري نعم أولا الهجوم التركي هجوم رجب طيب أردوغان الشخصي على الرئيس ماكرون يعني لم يكن الأول منه وهو دائب في الأول الأخيرة على مهاجمة ماكرون وعلى نعطيه بوريث الحقبة الاستعمارية وصاحب الطموح الاستعماري إلى ما هونالك انتقد زيارته ومبادرته في لبنان مثلا هذا من ناحية يعني أعتقد أن هذا الكلام هو مجرد يعني رفع صقف المطالب باعتبار أن أي أزمة دولية تندلع بين دولتين أو أكثر نهاياتها أما الحرب لسبح الله وأما الجلوس على طولة المفاوضات أعتقد أنه في إطار الاستعداد للجلوس يوما ما أو في نهاية المطاف إلى طولة المفاوضات يجب تعليط الصوت في البداية برفع الشروط وبالتالي كي تستطيع أنقرة تحسين شروقها في هذا التفاوض أما إذا كانت هذه العوضة استيس كمال استيس كمال بس أنت برأيك وثق متابعتك لا يمكن أن تكون نهائية طيب هل تعتقد أن الرئيس أردوغان يراهن على موقف حلف شمال الأطلسي تحديدا على موقف الرئيس ترامب من أجل منع الأوروبيين من إجراء أو وضع أي عقوبات على أنقرة وهل هذه مراهنة في محلها برأيك الرئيس الترك هذه المراهنة هي مؤقتة هو يراهن على عامل الوقت يلعب في الوقت الضائع يعني هو يعتبر تماما أن الرئيس ترامب لن يتحرك حاليا لن يتخذ موقفا ضد الخطوات التركية لأنه مرتبط بموعد الانتخابات يعني خلال ثلاثة أشهر هناك انتخابات أمريكية قبل هذه الفترة لن يتحرك الرئيس ترامب وهذا معروف في علم السياسة هو يستفيد من هذه الفترة ولكن ولكن بالنتيجة هناك شيئان هناك ما يسمى بالشرعية الدولية هناك ما يسمى بالحق الدولي تركيا أرسلت سفنها أو سفينتها للتنقيب في داخل المياه الإقليمية اليونانية هذا شيء معروف ومتعرف عليه دوليا وبالتالي حسب الشرعة الدولية حسب الحقوق الدولية يعني تركيا هي دولة معتدية على هذا أولا ثانيا هذه الأزمة لا يمكن أن تنتهي يعني يمكن أن تتوقف يمكن أن نصل إلى تهدئة ولكن هذه المشكلة هي مشكلة جيوستراتيجية بالنتيجة ستظل تشتعل بين حين والآخر إلى أن يوضع حد نهائي لها بتسوية سلمية تقوم على ماذا؟ على ترسيم الحرود البحرية بين اليونان والتركيا وهذه مسألة أخرى من باريس الكاتب الصحفي كمال طراباي شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كان قد حث تركيا على وقف الأنشطة التي تثير التوتر في شرق البحر المتوسط داعيا جميع الأطراف إلى دعم السبل الديبلوماسية وقال بومبيو للصحفيين في نيقوسيا إنه ما يزال هناك قلق عميق إزاء عمليات تركيا في المتوسط أتت زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لنيقوسيا بعدما أعلنت الولايات المتحدة أنها رفعت جزئيا ولمدة عام واحد الحضر الذي تفرضه منذ أكثر من ثلاثين عاما على بيع قبرص معدات عسكرية غير قاتلة ما أثار غضب أنقرة وقد نشرت تركيا سفنها الاستكشافية الشهر الماضي بحثا عن احتياطات الغاز والنفط في مياه تطالب بها اليونان كما دعمت أنقرة عسكرية وهو الأمر الذي دفع أثنى للرد بالمثل عبر إجراء تدريبات عسكرية بحرية أما خلاف الخلاف بين تركيا واليونان وقبرص فيدور حول موارد النفط والغاز في شرق البحر المتوسط وهو أمر أثار مخاوف من اندلاع نزاع أكثر حدة فيما نددت قبرص بالمناورات التركية التي أجريت بالأمس بالذخيرة الحية قبال تساحل الجزيرة الشمالي معتبرة إياها مناورات غير قانونية جددت بأشد العبارات التزام اتجاه استئناف عملية التفاوض من حيث توقفت ورغم ذلك وكما هو مفهوم فالاستئناف المفاوضات على أساس حسن النواية يجب أن تنهي تركيا أعمالها العدوانية والاستفزازية معي من بيروت لمزيد من المتابعة أيضا خرشد دلي الباحث في الشأن التركي سيد خرشد أهلا وسهلا بك إلى نشرة الخامسة من العربية كيف يجب أن نقرأ سحب أنقرة لسفينة التنقيب هذه تحياتي لك ولمشاهدي العربية أعتقد أن هناك سلاسة عوامل أساسية وراء قرار تركيا بسحب سفينتها إلى ميناء إنطاليا العامل الأول هو الموقف الأمريكي الذي بدأ يظهر الكثير من المؤشرات التي لا تصف في صالح تركيا منها زيارة بومبيو إلى قبروس ودعوته تركيا إلى الكف عن استفزازاتها رفع الحظر جزي عن الأسلحة إلى قبروس والأهم من كل هذا تسري بالإدارة الأمريكية بأن هناك نية جدية لدى واشنطن بنقل قاعدتها العسكرية من إنجرليك في تركيا إلى قاعدتها في خليج في سودا بجزيرة كريت اليونانية وإن حصل مثل هذا الأمر فسيكون علامة كبيرة على صعيد العلاقة التركية الأمريكية العامل الثاني أنا اعتقادي أن الموقف الأوروبي بدأ يتطور خلف الرئيس الفرنسي ماكرون والأوروبا بدأت تلوح بالعصة الغليظة في وجه أردوغان ونحن أمام قمة أوروبية قريبة جدا وإذا ما فعلا لجأت أوروبا إلى العقوبات الشديدة فهذا الأمر سيكون له آثار وتدعيات كارسية على الاقتصاد التركي وسيكون بمثابة فشل ريهان أردوغان على تقسيم الساحة الأوروبية أكثر الأمر الأخير أنا باعتقادي أن هناك دور كبير لحلف الأطلسي في المفاوضات بين الجانب التركي والجانب الأوروبي وربما يجد أردوغان من خلال ذلك مخرجا على الأقل للتراجع خطوة واحدة في سبيل أن سيد خرشد الذي يستمع بالأمس إلى الرئيس أردوغان يراه لم يتراجع قيد أنملة لبل هو يرفع من قفاز التحدي أكثر فأكثر حتى اليوم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يقول أن سحب هذه السفينة لا يعني أبدا التنازل التركي عن أي حق من حقوقها في شرق المتوسط سيدي أردوغان بالتأكيد عندما يعود بالسفينة إلى أنطاليا لا يعني التراجع عن أطماعه التوسعية ولا عن استراتيجيته نظرا لأن مثل هذا الأمر هو في صميم السياسة أو الأجندة أردوغانية سواء ليس في اتجاه يونان فقط أن ذلك له علاقة بليبيا له علاقة بإفريقيا بالتطلعات التركية إلى هذه المنطقة ولكن ما أقوله أن عندما وجد أردوغان نفسه وحيدا أمام صعود الموقف الأوروبي أمام الضغوط الأمريكية التي بدأنا نشهدها عندما وجد نفسه وحيدا ربما لجأ إلى هذه الخطوة كنوع من التكتيك السياسي أولا لتقوية موقفه في الداخل والزيادة شعبيته للقول إلا مؤيديه بأن تركيا وحدها تحارب كما هو أحيانا يقول الصليبيين والكفار وغير ذلك ومن ثم الأمر ليوجه رسالة إلى المجتمع الدولي ليقول أنه مع التفاوض ولكن الجانب الآخر لا يفاوض ولكن هذه نوع من المناور السياسية حقيقة وليس تعبير عن حقيقة الأداف التركية في المتوسط بس السيد خرشد هل فعلا بات الرئيس أردوغان وحيدا أم لا هذا الكلام يحتاج إلى تدقيق ما زال يراهن على الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي بين هذه الدول خصوصا إزاء المقاربة في ليبيا ما زال يراهن على الفروقات بين الموقف الأمريكي والموقف الأوروبي إزاء الشرق المتوسط وبالتالي لا يمكن القول أنه وحيد ما رأيه؟ يعني أردوغان حاول طوال الفترة الماضية دافع أوروبا واستغلال موقفها الانقسامي واستفاد هو تحديدا من موقف الإيطالي مثلا في ليبيا واستفاد من موقف الألماني في قضية اليونان ولكن واضح أن رؤية أردوغان أو رهاني على هذا الأمر لم يكن في محله لماذا؟ لنحن أمام تيارين يمثله الرئيس ماكرون ويدعو إلى الذهاب إلى الحاسم وممارسة أقصى نقاط القوة تجاه أردوغان لردعه كونه لا يفهم إلا بلغة القوة وهناك اتجاه المدرسة الألمانية هذه المدرسة التي لها مصالح كبيرة مع تركيا على المستوى العسكري والتجاري والاقتصادي هذه المدرسة دوما كانت تراهن على أن التفاوض سيؤدي إلى التفاهمات مع أردوغان ولكن الآن جميع استضام بما ينوي أردوغان عليه أردوغان الآن يريد قلب الخرائط يريد تخلص من المعادات الدولية يريد رسم خطوط جديدة القضية هنا ليست فقط قضية نفط وغاز هذه قضية هناك مشروع تركي موجود يرفض الاتفاقات الدولية التي حصلت بعد الحرب العالمية الأولى ويريد إعادة رسم هذه الخرائط في ضوء ما يطمح إليه أردوغان من طموحات طيب من بيروت خورشدة داليا البحث في الشأن التركي شكرا جزيلا لك هذه الأخبار العاجلة ترون على الشاشة أعزاء المشاهدين وزير الخارجية اليمنية يقول لمارتين جريفت المبعوث الدولي إلى اليمن إن اتفاق الحديدة أصبح غير مجد إذن اتفاق الحديدة أصبح غير مجد كما قال وزير الخارجية اليمني في حديثه للمبعوث الدولي إلى اليمن مارتين جريفت أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن مصر تتابع التصريحات التركية والأفعال أيضا مضيفا أن سلوك التركية في الإقليم لا يعكس نية تركية لتحسين العلاقات مع مصر السياسات التي نراها في تواجد عسكري على الأراضي السورية على الأراضي العراقية على الأراضي الليبية لتوتر القائم في شرق المتوسط كلها تنبئ بسياسات توسعية سياسات مزعزعة للاستقرار في المنطقة وبالتالي لا تقود إلى حوار وإلى تفاهم وإلى بدء صفحة جديدة وبالتالي كما بدأت ليس الأمر بما يصرح به ولكن الأمر بأفعال وسياسات تعزز من الاستقرار وتتصخ مع قواعد العلاقات الدولية والشرعية الدولية هي التي تهمنا في هذه المرحلة وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بعض الأطراف في ليبيا تتعاون مع جماعات إرهابية لترسيخ نفوذها في البلاد مؤكدا أما مصر ترفض هذا الأمر وتسعى لإيجاد حل سياسي دائم للأزمة جاء ذلك خلال مؤتمر الصحفي مع نظيره الأرمني في القاهرة هناك من يجلب المقاتلين الأجانب للساحة الليبية ويتعامل مع تنظيمات إرهابية تعمل في النهاية على بث فكر تطرفي وفكر هدام يستهدف الأبرياء وكل ذلك أمر مرفوض ويزيد من تعقيد الموقف ولكن مصر ستستمر في بز كل الجهود بالتعاون مع كافة أبناء الشعب الليبي المخلصين للتوصل إلى توافق ليبي ليبي يؤدي إلى الاستقرار ويؤدي إلى الانتقال من مرحلة مؤقتة إلى مرحلة دائمة متزال أزمة الموانئ النفطية في ليبيا تلوح في الأفق مع اشتراط الجيش الليبي التوزيع العادل لعائدات النفط لإعادة فتح الحقول والموانئ يأتي هذا الموقف بعد أن عربتها سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا عن شعورها بالارتياح للتوصل لاتفاق على رفع إغلاق قطاع النفط الليبي وفي بيان لها قالت السفارة أنها تلقت مراسلات من قائد الجيش خليفة حفتر وعدد من القادة الليبيين لتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها أهم حقول النفط في ليبيا هو حقل الشرارة النفطي وهو الأكبر في البلاد الذي ينتج نحو 300 ألف برميل من النفط يوميا ويقع حقل الشرارة في صحراء مرزق جنوب طرابلس وليس بعيدا عن حقل الشرارة يقع حقل الفيل الذي يوجد فيه أيضا حوض مرزق ويغطي مساحة واسعة في الجنوب الغربي مكامن الثروة النفطية في ليبيا هي في الهلال النفطي شمال شرق البلاد وتمتد المنطقة على طول 250 كم إلى الشرق بين سيرت وبنغازي وتضم نحو 80% من احتياطي النفط في ليبيا وتتمركز فيها أهم موانئ البلاد النفطية مثل ميناء السدرة وراسلانوف والبريغا وزويتينة وهناك أيضا حقل البوري البحري غرب طرابلس ومصفات الزاوية المجاورة له نشرة للخامسة مستمرة فيها أيضا وزارة الرئيس السودانية تقول إن مناسب مياه النيل في محطة شندي شمال البلاد في أعلى مستوياتها أهلا بكم الجديد قبل متابعة النشرة للأخبار العاجلة من اليمن جيش اليمني يؤكد اعتراض مسيرتين أطلقتهم ميليشيات الحوثي اتجاه مأرب التقت جينين بلاس خارت ممثلة الأمم المتحدة في العراق بالمرجع الديني الشعي علي السستاني وأكدت على أهمية إجراء الانتخابات العراقية الممثلة الأممية قالت إن المرجع الشعي علي السستاني دعا الحكومة لتحسين أداء القوات الأمنية وكشف من مارس أعمالا إجرامية كالقتل والاغتيال وأكدت نقلا عن المرجع السستاني أنه طالب الحكومة أيضا بفتح ملفات الفساد الكبرى والسيطرة على المنافذ الحدودية والمضي في مقدراتها لفرض هيبة الدولة وسحب السلاح غير المرخص وأضافت الممثلة الأممية بعد اللقاء أن التأخير في إجراء الانتخابات أو إجرائها بصورة غير مستوفية للشروط اللازمة لإنجاحها له مخاطر كبيرة أكد سمحت السيد على ثلاثة نقاط اليوم أولا هو الأهمية الأولى أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر وفقا لقانون عادل ومنصف وفي طريقة سليمة ونزيحة إذا كانت هذه الانتخابات جرت بطريقة سليمة ومصداقية سمحته يشجع المواطنين على الاشتراك فيها بصورة واسعة وأن تكون نتائجها مقنعة لمعظم الشعب العراقي هذا وأضافت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جونيس بلاسخارت أن السستاني دع الحكومة للمضي في فرض هيبة الدولة وتحسين أداء الأمن من خلال سحب السلاح غير المرخص والسيطرة على المنافذ الحدودية ويدعو سمحت السيد الحكومة إلى المضي في مقدراتها لفرض هيبة الدولة وسحب السلاح غير المرخص به وتحسين أداء القوات الأمنية والسيطرة على المنافذ الحدودية وغير ذلك معي من بغداد لمزيد من المتابعة سرمد البياتي المحلل السياسي سيد سرمد أهلا وسهلا بك إلى نشرة الخامسة من العربية كيف يجب أن نقرأ مواقف السيد السستاني اليوم أمام الممثلة الأممية تحديدا ما نقلته عنه من تأييده لإجراء انتخابات نيابية مبكرة إضافة إلى ذلك كان هناك بيان من المرجعية بالمناسبة وضح بها نفس الأمور وكانت متطابقة لكي لا يكون هناك اختلاف في النقل عن بلاسغارت أو عن المرجعية لكن الحقيقة اليوم شارع العراقي أصبح وخاصة بعد هذا البيان أصبح مرتاحا ومتوجسا مرتاحا لأنه بالضبط ما يريده العراقيون لخصته المرجعية في هذه النقاط التي كنا نعرفها أنه يجب أن تكون انتخابات نزيهة وهذه الكلمة هي جملة من كلمتين انتخابات نزيهة لكن يا ترى تؤلف قصص عن هذه الكلمتين وعن كيفية تطبيق النزاهة وعن كيفية منع أي جهة معينة تابعة لحزب معين أن تفرض رأيها وتفرض على من ينتخب على المواطن البسيط وخاصة في المناطق المشخصة موجودة عدة الحكومة هذه نقطة النقطة الأخرى أيدت موضوع فرض هيبة الدولة وهذا الموضوع الكل تبحث عنه الآن هناك عمليات الوعد الصادق وعمليات أخرى في جنوب العراق وفي بغداد من أجل نسع السلاح المنفلت الموجود هذه لنقول أنهم يسيرون بهذا الطريق مكافحة الفساد هذا التعبير أيضا يراد له قصص ومجلدات هل ستستطيع الحكومة العراقية وعلى رأس سيد الكاظبي من استدعاء أو القاء القبض على رؤوس الفساد الكبيرة ما أن كل العراقيين يعرفون منهم رؤوس الفساد يا ترى هل سيستطيع الكاظبي أنه يلقي القبض عليهم أو يحاكمهم على الأقل هنا المشكلة هل لحظت بالنسبة إلى موضوع فرض هيبة الدولة ومصادرة السلاع غير الشرعي وسوى ذلك من مواقف نقلتها السيدة بلسخرت عن السيد السستاني هل لحظت هنا غمزا من السيد السستاني من قناة القوات الأمنية العراقية بأنها ربما لا تقوم بواجباتها بالشكل المناسب أم لا؟ هذا افتئات على هذه المواقف هذا كلام صحيح ربما بعض الأمور نحن لامسيها ونلمسها يعني أكو شوية تخوف أكو محاولة عدم استدامة بجهات معينة يعني أنت تعرف ربما جهات أخرى تمتلك نفس الأسلحة الموجودة فهذه مشكلة يعني لذلك يجب تشجيع القوات الأمنية تحسين عمل القوات الأمنية هذا يا أخي العزيز أنا رح أقول لك شيئا محددا الآن الكاظمي واضح كان دعم المرجعية إليه واضح وكما فعلت مع العبادي العبادي لم يستغل هذا الدعم يا ترى هل سيستغله الكاظمي؟ هنا اليوم المواطن العراقي ثق بعد الخطاب الكل يسألنا يقول فعلتها مع العبادي الآن تفعلها مع الكاظمي يا ترى هل سيستطيع الكاظمي من تنفيذ هذه النقاط المهمة انتبه النقاط أستاذي نقاط مهمة جدا ونقاط تعبر حقيقة في نفس السياق عندما يدعو إلى سحب السلاح غير الشرعي هل المعني هنا فصيل أو فصائل محددة برأيك؟ الكل المرجعية تعرف أين وأين يوجد السلاح المنفلت لا تصور أنه أنا وأنت نعرف المرجعية ما تعرف المرجعية تعرف كل الزين كل بصورة واضحة جدا أين يوجد هذا السلاح وأين يتواجد وبماذا يستخدم وكلها عندها تصور واضح عنها تماما لكن الكل يحور يعني يتكلم بأسلوب لا يريد صدام حال نفسه الكاظمية الكاظمي نفسه قالها أنني لا أريد صداما لكن أنا أعتبرها هذه فرصة ذهبية للسيد الكاظمي وفرصة ذهبية لكل البقية من أجل أن يتعاونوا في هذا الموضوع طيب الآن المرجعية أبدأت رأيها يا أخوان التزموا بكلام المرجعية التزموا بكلام المرجعية طيب من بغداد سرمد البياتي المحلل السياسي شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة في سياق المتصل قال ناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول أن رئيس الوزراء مصطفى القاضمي وجه بالتركيز على حماية الحدود مع سوريا وتحكيمها وتحصينها بشكل كبير رسول أعلن بناء خنادق وسواتر ترابية محاطة بالأسلاك الشائكة ونصب أبراج مراقبة وتوزيع كاميرات حرارية على الحدود وأن العمل مستمر بالقيام بعمليات نوعية واستباقية خاصة في المناطق الحدودية القريبة من مناطق شمال شرق سوريا أكد تقرير لانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا أعده أكبر أحزاب المعارضة في البلاد أن ما لا يقل عن 275 شخصا تعرض لانتهاكات تتعلق بحرية التعبير واعتداءات جسدية ونفسية خلال شهر أغسطس الماضي وأكد التقرير أن السلطات أنجزت تحقيقات واعتقلت أشخاص بسبب خطاباتهم أو مقالاتهم ومنشوراتهم على مواقع التواصل ولفت التقرير إلى اعتقال العديد من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد والإداريين المحليين وأعضاء المنظمات غير الحكومية طبع خبر عاجل تقرير نمساوي جديد يتحدث عن أن مسؤولي قطريين نسقوا دفوعات لتمويل حزب الله ترجمة نانسي قنقر والتقرير نمساوي يقول أن قطر مولت شبكة شحنات الأسلحة من أوروبا إلى حزب الله قالت وزارة الرئيس السودانية أن مناسب النيل واصلت انخفاضها بينما ظل منسوب محطة شندي ومناسب النيل الأبيض من الجبلين حتى خزان جبل أولياء في أعلى مستوياتها حيث تضررت مدن وقرى عدة في السودان جراء الفيضانات ففي مدينة شندي بولاية نهر النيل غمرت المياه الأحياء وتسببت في قطع جسر شندي كما تسبب الفيضان في أربع حالات وفاة بحسب تقارير المجلس القومي للدفاع وعدد من الإصابات فيما شملت الأضرار المادية انهيار مئات المنازل بشكل كلي أو جزئي وخسائر جسيمة في المحاصيل الزراعية من شندي في ولاية نهر النيل مراسل العربية سعد الدين حسن المغمور حتى ركبتي في المياه سعد الدين أترك الكلمة والكاميرا لك لتصف لنا الحال علما أن الصورة أبلغ تعبير عما نشاهده نعم مرحبا بك طالب ولقد صدقت في التعبير الصورة أبلغ والصورة تغني عن السؤال أنا في مدينة شندي وفي قرية الشغالوة واحدة وساردية أيضا واحدة من المناطق التي نكبت بشكل كبير ظلت على الدوام وحتى اليوم تسجل أعلى المناسب حتى أكثر من العاصمة الخرطوم اليوم المناسب برغم حسارها وصلت إلى ثمانية عشر مترا وتسعة وثلاثين سنتيمترا وهذا أعلى منسوب على مرة تاريخ السجل المشهد يتحدث عن نفسه طالب حوالي ثمانية أمان سعد الصوت يتقطع والصورة تتقطع من شندي ربما لا نعود إليك بعد قليل لحين إصلاح هذا الاتصال بالطبع العطل ليس من عندنا لا أدري إذا كان تم إصلاح العطل على كل لننتقل إلى هذا التقرير ولا نعود إليك سعد الدين إذن بعد تهديد فيضان النيل التاريخي لها نجحت جهود هيئة الآثار السودانية في منع دخول المياه إلى المدينة الملكية للحضارة المروية البجروية التي نشأت في العام ثمانمائة قبل الميلاد سعد الدين حسن كان قد زار المنطقة وأعد لنا التقرير التالي فيضان القرن لنهر النيل لم تقتصر آثاره وتهديداته على الحاضر بل اقترب كثيرا من حضارة وتاريخ ضاربين في القدم تشكل على ضفافه هذا السد الترابي الذي أقف عليه يمثل حائط الصد الأخير لمنع ألسنة الأمواج الهادرة من ملامسة والاقتراب من العاصمة الملكية للدولة المروية القديمة طبعا خشت مياه فيضان النيل من المدينة الملكية من النحية الشمالية الغربية يعني لأول مرة تخش المياه في المنطقة دي طبعا تم احتوال موقف من قبل الحياة العامية الأسار ومتاحف هي طبعا تتمثل في قسم الورشة وقسم الكشفة الأسهي وقسم المتاحف الغناء طبعا خشت مياه هذه الدخول المياه كان في 46 لكن طبعا تقفل امتدادات فيضان النيل اقتربت بشكل أكبر من الحمامات الملوكية لحضارة مروي وهما مسبح على عمق ثلاثة أمتار تحت الأرض وحمام بخار تم إنشاؤهما على الطراز الروماني نحن بالغربة من الحمامات الملكية التي تم الكشف عنها في العام 1912 أثناء حفريات جونغارستان من بعسة جامعة ليفربول بنيت بالغربة من القصور الملكية والحمامات طبعا تحتوي على بعد التماثيل التماثيل الصغافة الإغريقية والصغافة الرومانية البجراوية شكلت العاصمة السياسية والدينية لحضارة مروي التي حكمت في الفترة ما بين عامي 350 و800 قبل الميلاد اشتهرت حضارة مروي بتمييزها في الصناعة الحديد وكذلك قوة وسطوة ملكاتها الكنداكات اللائي وصلنا في حروبهن إلى عتبات الإمبراطورية الرومانية القديمة سعد الدين حسن العربية البجراوية شمالي السودان نشاطنا مستمرة وفيها أيضا الولايات المتحدة تندد بإجراءات بيكين ضد ديبلوماسيها وتهدد باتخاذ تدابير مماثلة مطلع الشهر الجاري أهلا بكم الجديد أعود إلى من قطع من اتصالي مع مراسل العربية سعد الدين حسن من شندي في ولاية نهر النيل أرجو أن تكون الصورة والصوت يعني الآن عزاء المشاهدين ممتاز لسماع ما ينقله لنا سعد الدين من هذه المنطقة الغارقة نتيجة فيضان نهر النيل سعد أترك الكلمة لك نعم يعني إن كنت تذكر دائما في النشرات نحن نحاول أن نطمع لنستعرض الصورة ولكن واحدة من الآثار أن الأبراج التقوية والاتصالات هي الأخرى غارقة وبالتالي لا خيار سوى أن تظل الصورة ثابتة وهذه تعقيدة طبعا هندسية مفهومة ولكن كنا قد أرسلنا صور ربما تكون عونا أثناء ما نتحدث عن حجم الضرر هذه الصور أيضا كانت من هذه المنطقة كما ذكرت لك الضرر كبير تقريبا كل سكان هذه القرية الذين ربما سأستضيف بعد قليل أحد سكان هذه القرية للحديث عن تعدادهم اليوم طلاب وطالبات الشهادة السودانية هذا الامتحان المفصل المؤهل للجامعات خاضوا الجلسة الأولى في ظروف معقدة وتحت استضافة أقاربهم وليس من منازلهم لأن منازلهم خلفي قارقة تماما وهم يضطروا إلى عبور الضفة الأخرى وطبعا وسط الأهالي وربما هذا يعتبر قيمة جيدة لم يضطروا إلى إنشاء خيام أو معسكرات كما يحدث في العديد من المناطق هنا اللحمة الاجتماعية وكذلك درجات القرابة ساهمت كثير في التخفيف من وطأة قسوة النيل هذا العام جاز للتعبير أحاول أن أستنطق إن كان لديك وقت طالب تفضل تفضل نحن معك يا سعد تفضل تفضل على الكاميرا مرحبا بك نتعرف عليك بسم الله الرحمن الرحيم سعيد عبد الله أحد متضرري الفيضانات الساردية غرب بحيث ساردية غرب الحمد لله على غضاء الله وغدره فقد اجتحت الفيضانات الغير محهودة حيث ساردية غرب بصبيحة يوم الخميس الساعة هذا ناقب في غير المحهودة كيف التجارب في ستة واربعين وفي تمانية وتمانين والسنة الفاتحة تمكن كان شوية برضو الفيضان كيف كان بيصل وين والمرضي الاختلاف وين السنين السابقة بحمد لله في ترس إذا عمل بالجودة الزاتي وكمية المياه كانت تكون مع السدودة السد الانشعة في سنين سابقة لكن كمية المياه فاقت ارتفاع السد المعمول وحتى السد تم فقط المسؤولات فقط الترس الترابي وحتى الرياح والعواصف ساعدت في انهيار المتبقي منها أنا ذكرت تمانية بيت معلوماتي سليمة وكلها بالفعل لم ينجي منها أي بيت والله هكتر من تمانية لم تنجو حتى المسل أمامك قبل الانهيار يعني ماضي تعدي يوم بكرة ماضي تعدي كان حاجم تصرفاتكم أنا شفت لجنة الطوارئ وتكاتفكم للتعاطي مع عدد الوسر يمكن التعداد السكاني كما هو الوسر تقديريا والله يكتر من أربع عالف وسرة التغريب والأهل والأخوة في مناطق الشند المختلفة ما قصروا في الدعم المباشر العيني والدعم المعنوي والأقارب كما ذكرت الناس كلها اللحمة وواحدة عمومة يصدرون في المنازل والحمد لله شكرا وربنا يزيل المصاب عنكم ويبدلكم خيرا أشير طالب فقط إلى أن هذه المنطقة الشغال والوسردية غريقت بالكامل الجزيرة الزراعية التي تعتبر موردا أساسيا لسلعة البصل وأشجار المانجو والليمون والجوافة غمرت بالكامل وصارت الأشجار تحت الماء سنحاول من خلال التقارير أن نقترب أكثر عن طريق القوارئ وأنت تتحدث سعد الدين نحن نبرز ونعرض الصور والفيديوهات التي أرسلتها لنا منذ قليل وهذه الصور أبلغ تعبير عن حجم الكارثة وكما ذكرت كنت تتحدث أنت وضيفك الله أن يرفع هذه الغمة سريعا وهذه الكارثة عن السودان ومناطق السودان شكرا لك سعد الدين حسن على كل هذه المعلومات وعلى هذه الإحاطة وعلى هذه الصورة من شندي في ولاية نهر النيل يعد الأردن من البلدان الرئيسية المصطدفة للاجئين السوريين الذين فروا من الحرب منذ قرابة عشرة أعوام حيث يعيش في الأردن نحو 655 ألف لاجئ سوري مسجل في الأمم المتحدة فيما تجاوز عدد اللاجئين المسجلين لضم فوضية الأمم المتحدة 744 ألف لاجئ عام 2019 من 52 جنسية منهم نحو 67 ألف عراقي و 15 ألف يمني و 6 ألاف سوداني هذا وقلق دوام المعلمين والطلبة في مخيم الزعتاري للاجئين السوريين لمدة أسبوع وتحول التعليم المدرسي إلى التعلم عن بعد حفاظا على صحة المعلمين والطلبة وللحد من انتشار فيروس كورونا وعلق الدوام في مدارس مخيم الأزرق للاجئين السوريين وكذلك المراكز المجتمعية حيث سجلت ثلاث إصابات جديدة بالفيروس في مخيم الزعتاري الذي يستضيفه لاجئين سوريين وفق محافظ المفرق ياسر العدوان وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن إنه منذ ظهور فيروس كورونا في الأردن تأكدت إصابة خمسة لاجئين من مخيمي الزعتري والأزرق معي من عمالي مزيد من المتابعة محمد حواري المتحدث باسم مفوضية شؤون اللاجئين سيد محمد أهلا وسهلا بك إلى نشرة الخامسة من العربية ما الذي يجري في مخيمي الزعتري والأزرق حقيقة الأوضاع تحديداً موضوع كورونا قمنا باتخاذ كل التدابير اللازمة منذ بداية الجائح إلى اليوم من إغلاق من عمليات تعقيم من حدث ما كنا نخشى بالرغم أننا مستعدين لكن أنه حدث ما نحدث يعني اليوم أنا أزيد إصابة جديدة اليوم بحيث أصبح الإصابات في مخيم الأزرق لوحده خمسة وواحدة في الزعتري ليكون إجمال اللاجئين مصابين هم ستة الثلاثة إصابات التي سجلت في الأزرق هي مخالطة للإصابتين الأولى وللأسف أنه في أطفال من ضمن الإصابات في طفلة ذات عمر سنة والطفل الآخر عمره عشر سنوات بالإضافة إلى أمرأة بالغ هذون من من خالطوا الرجلين المصابين الآخرين الإجراءات هي بس سيد محمد قبل أن نحكي عن الإجراءات لو سمحت هل الأمور تحت السيطرة يعني فيروس كورونا في الزعتري وفي الأزرق تحت السيطرة أم لديكم مخاوف أن نتيجة اقتضاض هذين المخيمين الأمور تفلت عن السيطرة أو تخرج عن السيطرة لا هو تحت السيطرة تماما حيث أن الحالات التي اليوم تم اكتشافها إلى الآن هي كلها في منطقة العزل ليست موجودة في داخل المخيم هي من نفس أسر المصابين وجيرانهم في نفس المنطقة التي تم مباشرة إخلاءهم ووضعهم في منطقة العزل وإلى اليوم تم إجراء أكثر من ألف أينة فحص يعني نحن نعمل بشكل وثيخ مع وزارة الصحة ولجنة الأوبئة ويوجد لدينا شركاء يعملون في القطاع الطبي في داخل المخيم تم تمرينهم وتدريبهم من قبل وزارة الصحة لإجراء الفحص الخاص بكورونا بالإضافة لتفعيل الخط الساخن إلى مراكز توعوية ومراكز صحية في الداخل يوجد أكثر من خمسين سرير علاجي متوفر في داخل المخيم من شأنها المساعدة في حال لو لا قدر الله كانت المستشفيات الأردنية غير قابلة لإستقبال أي لاجئة اسمح لي أستاذ محمد بس سؤال ما هو عدد فحوص البيسي آر التي تجرى لنقل يوميا في مخيمي الزعتري والأزرق إذا كان لديك معلومات منذ الإصابة التي سجلت في داخل المخيمات إلى الآن تم إجراء ما يزيد عن ألف يعني إلى هذه اللحظة النتائج التي خرجت أقل من الألف لكن النتائج التي خرجت أظهرت ثلاث إصابات من مخالطين في مخيم الأزرق الإجراءات الاحترازية التي تتخذ هي صارمة بعض الشيء من خلال الذي تم التنسيق مع إدارة التربية والتعليم ومديرية شؤون اللاجئين وغيرها من تعليق الدراسة من إغلاق المراكز المجتمعية وغيرها الميشانها تقليل الإختلاط حتى يتم السيطرة بالكمل حتى نكون متأكدين أن لا توجد هناك إصابات أخرى عدى تلك المخالطة لهذه الحالات ونأمل إن شاء الله نتائج القادمة أن لا يكون فيها شيء إيجابي أن تكون كلها سلبية وهذا السلبية الوحيدة في الحياة التي نتعلم أستاذ محمد سؤال أخير وباختصار جرى تعليق الدراسة لمدة أسبوعين وأنه في الآن دراسة عن بعد ولكن هل خدمة الإنترنت متوافرة سرعة الإنترنت كافية أن الطلبة أو التلاميذ في المخيمين يتلقوا للتعلم عن بعد بشكل وافي وجيد وكافي أم لا باختصار والله إلى الأسف فهو مجتمع ضعيف يعني وجود الهاتف الذكي ليس متوفر لدى الكل ما في أحد عنده الكمبيوتر المحمول أو الألواح الذكية عدا عن توفر سرعة الإنترنت الكافية لذلك نحن نوجد لدينا مراكز مجتمعية مخصصة لهذا لكن مع هذه الإغلاقات حتى المراكز المجتمعية اليوم غير متوفرة كيف سيكون الحل هذا هو الأمر الذي نبحث عن إجابة له لكن الأمل كبير لنعلم فقط أنه السنة الماضية من إجابة البنت إجابة 100% في العلمي في التوجيهي كانت تدرس على تليفون الجيران لكن هؤلاء اللاجئين يعني جبارين وإن شاء الله بيجدوا حل يعطيكم ألف عافية من عمان محمد حواري المتحدث باسم وفوضية شؤون اللاجئين شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات وعلى هذه المشاركة السيد محمد في نبأ يبعث بعضا من الأمل أعلنت أسترزنكا أنها ستستأنف اختباراتها التي كانت تجرى على عشرات الألاف من المتطوعين في المملكة المتحدة والبرازيل وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة وذلك بعدما أوقفتها جراء إصابة أحد المشاركين في بريطانيا بمرض لا يمكن تفسيره وقد يكون واحدا من أثار جانبية خطيرة للقاح وقالت شركة الأدوية في لندن أنها ستستأنف اختباراتها الاثنين المقبل في البرازيل بعدما تلقت الضوء الأخضر وفي بريطانيا أعطت لجنة مستقلة تم تشكيلها لتقييم المخاطر المرتبطة باللقاح ضوءا أخضر أيضا حسب ما ذكرت إسترزنكا التي تزري تجاربها بالتعاون مع جامعة أكسفورد العريقة جدا من لندن ينضم إليه مراسل عربي أحمد العناني لمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع أحمد أهلا وسهلا بك هل هذه الأنباء تبعث فعلا إلى الأمل بعد أسبوع ماضي كان محبطا إلى حد كبير أم لا لا يمكن قول ذلك أهلا بك طالب مساء الخير فيما يخص الأنباء الصادرة عن جامعة أكسفورد وأسترزنكا دعنا نقول أنه الأمل لم يكن مفقودا حتى مع توقف تجارب السرية على اللقاح ففي الأسبوع الماضي حينما تم توقف التجربة بشكل مؤقت أعلنت جامعة أكسفورد وأعلن المستشار العلمي لرئيس الوزراء بورس جونسون أن هذه الإجراءات هي والله عندك شعبية منيح يا أحمد بلندن ليك فضل بالفعل أن هذه الإجراءات هي إجراءات طبيعية أن جميع تجارب السرية الخاصة بالأدوية تم توقفها من فترة لأخرى لإعادة دراساتها مرة أخرى وللتأكد من عدم وجود أي أثار سلبية فيما يخص الحالة التي تم توقف التجربة بسببها وهي لموريد تم إصاباته بمتلازمة التهابية الجميع أعلنت أن هذه الحالة غير متصلة باللقاح وأنه مرض تم تطور بشكل منفصل خاص بظروف المريض نفسه وليس لها أي علاقة باللقاح في حد ذاته وبالتالي بناء على توصيات اللجنة المستقلة للمرقبة على مخاطر اللقاح وأيضا بتوصيات الهيئة الحكومية لتنظيم والرقابة على الأدوية والصحة في بريطانيا تم استكمال التجارب وزيري الصحة ماتها أحمد فقط في جزئية للمشاهدين فقط أن أسترازينكا قالت أنه ستستعنى في الاختبارات يوم الاثنين ولكن في البرازيلي التي أعطى الضوء الأخضر هل من معلومات لماذا اختيار لبرازيل؟ هو في الحقيقة طالب أن اللقاح جامعة أكسفورد يتم اختباره في أربعة دول الآن يتم اختباره في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفي البرازيل وجنوب أفريقيا العينة الأكبر من المرضى والمتطوعين هي موجودة في البرازيل والولايات المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية فقط يوجد 30 ألف متطوع لخضعوا لتجارب العلاج السريرية للقاح كورونا بشكل عام وزارة الصحة البريطانية أكدت أن هذه الخطوة هي دليل قوي جدا على أن بريطانيا لن تستعجل في إصدار فكسين أو لقاح قد يكون غير مناسب أو قد يكون غير آمن للوطنين وأنه بغض النظر عن الضغوطات السياسية أن الجميع ستتبنى أعلى درجات الحضر من لندن مراسل العربية أحمد العناني شكرا جزيلا لك أحمد على كل هذه المعلومات وصفت الولايات المتحدة قرار بيكين فرض قيود على الدبلوماسيين الأمريكيين المعتمدين لدى الصين بأنه تصعيد بعد تدبير مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة مطلع الشهر الجاري وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية طلب عدم كشف هويته أن قرار بيكين هو تصعيد وأضاف المتحدث بأنه أصبحت متطلبات الأخطار تشمل الآن مواطنين أمريكيين لا يتبعون للحكومة الأمريكية فيما لم توضح بيكين طبيعة هذه القيود على نشاطات السفرات والقنصليات الأمريكية في الصين بما فيها القنصولية الأمريكية في هونغ كونغ وموظفوها وفق ما ذكرت شاولي جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان وزير الخارجية الأمريكية يقول في خبر عاجل على أوروبا عدم التفرق بين جناحي حزب الله العسكري والسياسي في خبر عاجل ترونه على الشاشة انتقلت وزارة الدفاع الصينية تقريرا أمريكيا يتطرق إلى الطموحات العسكرية لبيكين قائلة إن الولايات المتحدة تشكل أكبر تهديد للنظام الدولي والسلام العالمي مشيرة إلى أن العديد من الأدلة تظهر أن أمريكا تمثل بؤرة الاضطرابات الإقليمية قال المركز الوطني للعاصير في الولايات المتحدة أن قوة العاصفة المدرية سالي زادت قبالة الساحل الغربي لولايات فلوريدا كما أضاف أنه من المتوقع أن تتحول العاصفة إلى أعصار من الفئة الأولى ما يثير رياحا عاتية وفيضانات حسب هذه الصور التي نرى نشرة الخامسة من العربية انتهت أطيب التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة